لو نفتكر كده في الفترة اللي فاتت انتشرت اخبار عن هاكرز سرقوا اكتر من 500 مليون دولار من العملات الرقمية من محافظ الناس فيه ناس كتير ساعتها استغربية الكلام ده حصلت ازاي مع ان العملات الرقمية هي عملات لا مركزية والمفروض ان نسبة الامان فيها عالية وعمليات الاختراك فيها تكون صعبة ولكن العملية دي ما تمتش عن طريق الاختراك بشكل مباشر اللي هو مثلا انت قاعد كده وحد دخل اخترك المحافظة بتاعتك من غير ما انت تعرف طيب العملية دي تمت ازاي العملية دي تمت عن طريق ان الناس دي كانت بتفتح المحافظ الليها مركزية زي مثلا محافظة متى ماسك والمحافظة التانية وهي بتفتح المحافظة او بتخش مثلا تربط المحافظة على موقع معين وبتضغط على كلمة connect علشان تربط المحافظة بتاعتها اول ما بتضغط على connect مثلا على موقع جديد بيقولك هنحتاج ان انت تعمل صين او توقع علشان تقدر ان انت تربط المحفظة بتاعتك طبعا انت لما بتيجي تعمل صين او توقع ما بتبصش ولا بتقرأ انت بتوقع على ايه وبتلغط على صين ويه بتفضل مستني المحفظة بتاعتك انها تتربت بالموقع ده وهي طبعا بيجي لك في صورة انها بتحمل ولكن عملية التحميل ديه هو بيكون الهكر بياخد الفلوس بتاعتك كلها من المحفظة طيب الكلام ده بيحصل ازاي؟ بيحصل عن طريق عمليات برمجية معينة بتكون موجودة على الموقع ده وهي ان انت بتدي موافقة كاملة للصاحب الموقع ان هو يسحب الرصيد بتاعك كله من المحفظة وطبعا محفظة متى ماسك لقيتك ضغطت على صين وخلاص وقعت فبالتالي الشخص ده بيقدر ان هو يسحب الرصيد بشكل تلقائي من المحفظة بتاعتك ويسفرها لك بشكل كامل بعد ما انتشر بقى الحاجات ديه بدأ يظهر عندنا حل وهو محفظة ريديكس محفظة ريديكس هي مشهورة يعني بقالها فترة مثلا ممكن نقول من 2021 او 2022 والمشروع ده موجود بالفعل وكمان عندهم كوميونيتي كبير وكمان لهم عملة رقمية على يعتبر اغلب منصات التداول الموجودة دلوقتي ولكن احنا النهاردة مش هنفوكس اوي على العملة الرقمية قد ما هنركز على فكرة المشروع والمحفظة بتاعته وكمان المشروع بيشتغل ازاي؟ طيب المشروع ده هو مشروع برمجي بحت يعني المشروع بيهتم بيه الديفيلبرز والمطورين على الديفاي المشروع ده هو مشروع فول ستيك فور ديفاي اللي هيفة من الكلام ده بشكل كبير هم المطورين او المبرمجين فول ستيك يعني المشروع ده هيكون شامل الباك اند والفرونت اند يعني شامل تطوير كل من الوجهة الامامية والوجهة الخلفية ليه التطبيق اللي بيتعمل على الويب سري هنا بيقولك من خلال منصة ريتكس كل الناس هتقدر ان هي تبني المشاريع بتاعتها على الويب سري وكمان هنا موضحين ان انت حتى لو ما عندكش خبرة في البرمجة ومش فاهم ازاي تطور تطبيقات ويب سري هيقدروا ان هم يعلموك من خلال الموقع بتاعهم يعني متاح عندهم التعليم ومتاح عندهم بناء المشاريع طيب عندنا هنا المشروع اللي هم بنينوا بالفعل وموجود دلوقتي هو ريتكس والت دي المحفظة اللي هم عاملينها طبعا علشان التكامل بتاع المشروع لان انت علشان تقدر ان انت تأكسس على البلادفورم الخاصة بيهم او المنصة اللي تقدر انت تشتغل عليها لازم يكون عندك محفظة ريتكس وكمان لازم يكون معاك توكين من عملة XRD دي العملة الخاصة بالمشروع طيب تعال هنا نشوف مع بعض المحفظة بتاعتهم اول حاجة هنروح على بلاي ستور او اب ستور وهتكتب بريدكس بعد كده هزارلك المحفظة هتضغط على تحميل او انستول وتحمل المحفظة على الموبايل عندك بعد ما هتنزل التطبيق على التليفون بعد كده هنفتح التطبيق وهتخش تعمل حسابك هتكتب هنا اسم المحفظة بتاعتك وبعد كده هتضغط على كلمة continue اول ما هتخش هيحتاج ان انت تعمل مفتاح طبعا المفتاح ده هيكون عبارة عن كلمات متقطعة هتعمل الكلمات دي وتحتفظ بيها في مكان امن علشان لو الكلمات دي ضعت منك هتكون مشكلة كبيرة فلازم تحتفظ بالكلمات دي في مكان امن كويس جدا علشان ما تضيعش منها وكمان تقدر ان انت تعمل connect ل المحفظة بتاعتك على البراوزر طيب محفظة دي هتقدر ان انت تحتفظ بيها بتوكنز مختلفة وتقدر تعمل بيها transactions على اكتر من عملة وكمان ال transactions بتاعتك هتكون امنة بشكل كامل ولما تيجي تعمل sign او توقع الموضوع مش هيكون زي الاول لان هنا التوقيع لو في اي عملية من عمليات الاحتيال ساعتها المحفظة دي هتمنعك من التوقيع كمان المحفظة دي من خلالها تقدر ان انت تضيف اي توكنز وتقدر ان انت كمان تضيف NFT وتعمل staking وبول units طيب دي كلها مميزات هتكون موجودة داخل المحفظة غير الامان اللي هيكون متاح في المحفظة ديه طيب في عندنا برضو حاجة تانية وهي انهم انشاؤوا لغة برمجية واللغة دي اسمها اسكريبتو اللغة دي تم انشاؤها مخصوص عشان تدعم مشاريع الويب سري ان هي تكون مشاريع تمولية ولا مركزية طبعا اللغة دي هتقدر ان انت تتعلمها وتستفيد منها عن طريق المنصة بتاعتهم اللي هنعرضها دلوقتي طيب هنا في 2021 بيقولك فيه اكتر من 12 الف او مطور استخدم اللغة ديه ويقدروا ان هم يأكسسوا على لغة الاسكريبتو طيب هل كده هم خلصوا فكرة المشروع بتاعتهم لا لسه فيه شغل تاني ضفوه للمطورين الناس مطورين الويب سري حرفيا هيستفيدوا استفادة قوية جدا من المشروع ده هنيجي هنا هنلاقي فيه حاجة اسمها ريدكس انجين ده ديه فاي انجين او محرك لتطبيقات اللامركزية تم انشاؤه من ريدكس طيب عشان نفهمه اكتر هنا هم موضحين مثال ممتاز جدا والمثال ده هو ان الالعاب الخاصة بالكمبيوتر او البلايستيشن اللي كانت بتتعامل زمان كانت بتكون صعبة جدا والمبرمجين كانوا بيعودوا اكتر من 60% من وقتهم اليومي قاعدين بيشتغلوا على لغات البرمجة عشان يعملوا بعض الحاجات زي مثلا هم يعملوا الرسومات اللي في اللعبة والحركات الفيزيائية وكل الكلام بعد بقى ما شركة يونيتي وشركة انريل اللي الالعاب الشركات الكبيرة اللي احنا بنشوفها دايما في الالعاب دي بدأت ان هي تظهر بدأت تيجي بمفهوم جديد وبمحرك جديد والمحرك ده هو ان هم خلوا العملية دي ابسط بكتير جدا وبقت سهل لها جدا على المطورين يعني بقوا يعملوا الكلام ده بدل ما كان 60% من وقتهم بقى 10% بس من الوقت اللي كانوا بيستخدموه بقوا ان هم يخلصوا في اللعبة بشكل سريع هنا هنلاقي بيقولك ده المثال قبل ما يتم انشاء محركات الخاصة بشركة يونيتي او شركة انريل وهنا بعد ما تم انشاءها طبعا فيه فرق كبير جدا طيب هنا بقى بيقولك هم نفس القصة عملوها دلوقتي الدي ابس او التطبيقات اللي هي مركزية بيتم انشاءها بطريقة صعبة جدا وبيتم استهلاك وقت كبير علشان يعملوا تعديلات في التطبيق او علشان يعملوا التطبيق نفسه ولكن دلوقتي مع التطبيق بتاعهم اللي هو الديفاي انجين او ريدكس ديفاي انجين ده سهل العملية وخلها اسرع بكتير من الاول طيب عندنا هنا بقى اخر حاجة وهي سيربريوس وهي عبارة عن الخوارزميات اللي هيتم لاستخدامها وكمان عشان المستخدم ما يدفعش عمولات كبيرة في الطبقة التانية فبالتالي عن طريق الخوارزميات دي هيقدروا انهم يقللوا من تكليف او من العملات طيب تعالى نشوف مع بعض برضو الولد هنا تقدر ان انت تضيف الولد دي على جوجل كروم عن طريق ان انت تضغط هنا هيفتح لك الولد هي تقدر ان انت تعمل لها ادتو كروم وتضيف الاكستنشن الخاصة بهم على المتصفح طيب دلوقتي كده محفظة ضافت زيها زي محفظة متى ماسك بالزبط هنا هديجي تربط المحفظة بتاعتك عن طريق انك هتعمل اسكان للكود وتربط المحفظة طيب بعد كده هنقدر ان احنا نحصل على العملة بتاعتهم من خلال منصات التداول دي كلها او من خلال الفيزا او الماستر كارد او ابل بي او جوجل بي كل ده متاح للتوكنز بتاعتهم سعر التوكن دلوقتي 3 سنت وكمان التوكن عاملة ارتفاعات كويسة في الكام يوم اللي فاتوا لو جينا بصينا على الشرط بتاعها مثلا على مناصل جيت دوت اي او هنلاق ان العملة عاملة ارتفاع جيد جدا في الفترة دي طيب في حاجة تانية للناس اللي عايزة تجرب ترانساكشنز على المحفظة دي هتقدر ان هي تخش على الجامبل كلاب وهتقدر ان هي تربط المحفظة بتاعتها عن طريق ان هي تعمل سكان الكود وهتقدر ان هي تحصل على 20 توكن مجانا من جي سي وتقدر ان هي بقى من خلال توكن جي سي دي تشتري الجامبل او تشتري الكانديس من خلال الموقع ده طيب تعالى نشوف برضو الترانساكشنز بقى دي الداشبورد اللي بيظهر فيها ترانساكشنز بتاعت الشبكة الخاصة بريديكس وهتلاقي كل حاجة موجودة بالتفصيل وتقدر ان انت تتطلع عليها بشكل مفصل طيب حاجة تانية لو جينا بصينا على تويتر الخاص بيهم هنلاقي حساب تويتر الخاص بيهم عليه عدد فولورز كبير وفيه تفاعل كبير جدا والمشروع زي ما احنا قلنا هو قديم وبقى له فترة كبيرة طيب فيه نقطة مهمة بقى ونسينا نوضح وهي تعالى نشوف الديفليبر بروجرام او البرنامج التطوير الخاص بيهم هنا هتخش عليها هتقدر ان انت لو انت بقى حابب انها تتعلم وتبدأ تشتغل على الويب سري والديفاي هتخش على البروجرام ده وهتعمل سين اوب بي جيت هاب طبعا الناس اللي ما عندهاش حساب على جيت هاب هتعمل حساب وتسجل دخول وتعمل سين اوب وتبدأ تبعد كل التفاصيل زي خبرتك ايه في البرمجة هل اشتغلت في حاجة قبل كده ولا لا وكل التفاصيل ديت وهتبتدي تتعلم البرمجة على الويب سري بس فهي دي كانت فكرة حلقتنا النهاردة حبينا ان احنا نوضح مشروع من المشاريع اللي انا شايف ان هي يعني ممتازة جدا والفكرة بتاعتها هيكون لها تأثير كبير في المستقبل خاصة برضو زي الديفاي انجين او المحرك التطبيقات اللي هي مركزية فده برضو من الحاجات المهمة اللي هتعمل فرق كبير في المستقبل بالنسبة لي التوكنز بتاعتهم وبالنسبة لي المشروع نفسه بس فهي دي كانت فكرة حلقتنا النهاردة ما تساش ان انت تعمل اشتراك على القناة ما تساش ان انت تتفعل التنبيهات واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة